بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان النشر والتحليل بيام 2015 إذن لننطلق على بركة الله قال تعطى العبارة F التي تساوي لنا 2X-3 الكل مربع ناقص 16 تحقق بالنشر أن العبارة F هذه تساوي لنا 4X-12X-7 إذن نقول هنا التحقق أن هذه العبارة صحيحة يا أبناء لاحظوا جيد إذن هنا ما علينا إلا جلب العبارة الأولى لهي هذه العبارة التي قال تعطى ونقوم بعملية نشرها فقط تصبح لنا F ماذا تساوي أبنائي؟ هذا لو تتذكرون إنه الجداء الشهير أو المتطابق الشهير الرقم كم؟ الرقم 2 التي تقول A ناقص بي الكل مربع يساوي لنا مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء هكذا إذن ماذا ينتج يا أبنائي تصبح لنا F تساوي ماذا؟ ها هو A نظروا جيدا حتى تلاحظون ها هو A وها هو B ويصبح لنا A مربع 2X مربع لما نربعه كم تصبح الاثنان لما نربعه تصبح لنا 4 والX لما نربع يصبح لنا X مربع زائد B مربع الثلاثة لما تربعه تصبح لنا 9 ناقص 2 في A لهو 2X في B لهو 3 ناقص 16 هذا لدخلنا فيه ويكمل مسير فقط وتصبح لنا ماذا أبنائي تصبح لنا F تصبح لنا 4 X مربع ناقص زائد 9 ناقص هذا في هذا 4 في هذا كم يا أبنائي في 12 نتابع جيدا إذا نقول 12X ناقص 16 فتصبح لنا F ماذا يسوي يا أبنائي هذا بمأنه هو لوحده في الدرجة يعني الأكبر درجة فيه يبقى كما هو 4X مربع عندنا هذا كذلك لوحده يبقى لنا ناقص 12X وعندنا هذا مع هذا يا أبنائي يبقى لنا ناقص السبعة وهو المطلوب الذي طلب منه لهذه البساطة فقط الآن بعد ما اكملنا مع هذا النشرة تذكروا ذلك نأتي الآن إلى السؤال الأخر وهو حلل إذن هنا عندنا كذلك سؤال اسمه التحليل نلاحظوا جيدا إذن نقوم بأحد فهذه ونقول التحليل F إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى هكذا حتى تعلموا أبنائي نقطة نقطة هنا جاءت أحدكم يقول يا أستاذ نستعمل هذه العبرة يا أبناء هذه العبرة أصبحت منصورة يعني لا ترسلكم إلى شيء ما عليكم إلى العودة إلى العبرة الأولى التي قال تعطى العبرة نأتي كذلك إلى هنا ونتابع جيدا لو تدققوا معي كذلك هنا لإيجاد تحليل إلى هذه العبرة نلاحظ أنها مكتوبة من الشكل انظروا جيدا ها هي آه مربعة ناقص ها هو بي مربعة وهذه متطابقة الشهرة كم يا أبنائي اللي هي رقم ثلاثة آه مربع ناقص بي مربع هذا كليا هو آه وهذا الكليا هو بي انظروا جيدا هذا هو آه مربع و بي مربع ما نهل بي مربع سيصبح لنا آه مربع ناقص بي في ماذا في آه زائد بي عوض هنا. والبي ما هو يا ابنائي البي ليس و 16 كما اعتقد بي مربع و 16 ما نهل بي كم يصبح ركزوا هنا اعلمكم شيء اذا ا قلنا هو ماذا هو اثنان اكس نقص ثلاثة والبي ليس هو يا ابنائي كما اعتقد بي و 16 لا هو اربعة لان اربعة مربع بي مربع و 16 فتصبح لنا ماذا ابنائي ركزوا ارزوكم فتصبح لنا اف تساوي ا مربع ناقص بي اا ها هو اا ليه 2 اس نقص ثلاثة اناقص بي ماهو البي ها ها هو يا ابنائي لهو نقص اربعة نظروا جيدا هيdropوى ان اذا اناقص بي في في ال اها هو ال ا ماسلنا مع ال او投فوا عليه ان اناقص بي اثنان اكس نقص ثلاثة mortar مربع اه اان اور اذا اه مربع ا这是 اكس نقص بي اه كذا اناقص بي في ال ا هاjut اناقص بي personas انت تُر len كوبينتر ا لاحظتم؟ بهذه البساطة فقط طبقت إذن أعيد ها هو A و ها هو B مربع هنا مربع هاكذا حتتفهم الآن نكمل تصبح لأن F تساوي 2X تبقى هي نفسها 2X هذا ناقص 3 ناقص 4 تعطيكم ناقص 7 انظروا جيدا وهنا كذلك هذا اللي هو A 2X أربع ناقص 3 اللي هو زائد واحد ها هو التحليل إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى فقط بهذه البساطة الآن يعني هنا هذا لوحده متطابق الشهير رقم 2 أما هذا كلين متطابق الشهير رقم 3 نأتي الآن أبناء إلى السؤال الثالث قال حل المعادلة لنقول حل المعادلة 2X ناقص 7 في 2X زائد واحد تساوي صفر هنا نحن نعلم شيء أبنائي ما هو الشيء الذي نعلمه؟ نعلم أن جداء عددين يساوي صفر أحدهما يساوي صفر أو كلاهما يساوي صفر ما معنى؟ معناها ها هو A في ها هو B يساوي صفر من هو الذي يساوي صفر؟ يعني كأنما اثنان أكلها خبزة من أكلها؟ يأما الآ يأما الآ يأما الآ يأما كلاهما ما معنى؟ معنى أي اي اثنان اكس ناقص سبعة ممكن هو الذي اكلها ونكمل النشب ان نأتي بهذه الى هنا اي اثنان اكس تساوي لنا السبعة لان هذا لما نغيره هنا يغير اشارته ثم ماذا اي اكس يساوي دائما بما انه نفي فتصبح لنا السبعة على اثنان الحل بهذه البساطة عندنا كذلك ابناء اما هذا يساوي صفر وهو اثنان اكس زائد واحد يساوي صفر ننقل هذا الى هنا فتصبح لنا اكس اي اثنان عفوا اي اثنان اكس يساوي ناقص واحد بما ان هذا في اثنان في فيصبح لنا اكس يساوي ناقص واحد على اثنان ها هو الحل الثاني اذا حلول المعادلة حلول حلول المعادلة هي ما هي الحلول هي اكس يساوي السبعة على اثنان و اكس يساوي ناقص واحد على اثنان معناه يا ابناء لو نأتي بهذه القيمة الى ماذا الى هنا لا نجد القيمة تساوي صفر هذه ما معنى كلمته يعني لما تعود تجد صفر بهذه البساطة الان بعد ما اكملنا مع حلول هذه العبارة المعادلة نأتي الى السؤال الرابع قال احسب اف من اجل اكس يساوي ناواحد زائد جذر اثنان واكتب النتيجة على الشكل ا زائد بي في جذر اثنان حيث او بعدادان نسبية او صحيحا هنا تابعوا جذر اذا نقول حساب اف من اجل ماذا اكس يساوي ناواحد زائد جذر اثنان هنا ما علينا ابناء الا ان نأتي الى ابسط وهي هذه وهي ابسط لها قمنا بعمية النشر او كل العبارات سوف تصل الى ذلك نختار القيمة التي نشرت وإلا لماذا طلب هذا النشر لكي يساعدنا بشيء معين فتصبح لنا ماذا ابناء معناه نأتي هذا الاكس بهذه القيمة لاحظ جيدا حتى تعلموا ونعوضها في مكان الاكس هنا ونعوضها هنا فماذا ينتج ينتج لنا اف يساوي اربعة في واحد زائد جذر اثنان لكل مربع ناقص اثنى عشر في ماذا في واحد زائد جذر اثنان ناقص السبعة هكذا نتابع الآن لا ننسى ان هنا هذا جداء شهير اللي هو اا مكتوب على الشكل اا زائد بي لكل مربع نحن نتحدث عن هذا المثال يصبح لنا مربع الاول زائد مربع الثاني زائد بيع في الجودة ا في بي فتصبح لنا ماذا ابناء تصبح لنا اف تساوي اربعة في بما ان الجداء شهير قلنا هذا مربع زائد جذر اثنان مربع يصبح اثنان دائما اذا قلنا جذر اثنان وربعناها ابناء تصبح لنا هي الاثنان اي عدد يكون تحت الجذر والي مربع اذا بجذره فقط زائد ضعف الجداء زائد اثنان في واحد هي الاثنان في جذر اثنان ناقص ننشر هذا مع هذا ناقص اثنى عشر ناقص اثنى عشر جذر اثنان ناقص سبع تصبح لنا اف تساوي عندنا هذا مع هذا كم يا ابناء تصبح لنا هو ثلاثة ثلاثة في اربعة كم ثلاثة قلت هذا يؤتيكم ثلاثة في اربعة وهي اثنى عشر ثم عندنا هذا في هذا زائد ثماني جذر اثنان ناقص اثنى عشر ناقص اثنى عشر جذر اثنان ناقص السبع نكمل ابناء نقطة نقطة نلاحظ ان هذا مع هذا يجب ان يذهب فيبقى لنا F قال نكتبه على هذا الشكل انظروا الشكل الذي طلبه مننا أن نكتبه وهذا الشكل وهو A زائد بجذر إثنان وها هو أماكم A الذي هو ناقص سبعة زائد هذا مع هذا كم يا ابني وهو يصبح لنا ناقص أربعة جذر إثنان وهو المطلوب وحيث أصبح مكتوب على الشكل A زائد بجذر إثنان انظروا ها هو B وها هو A وها هو جذر إثنان يعني المطلوب الذي علينا أن نصل إليه يا ابني هو هذا الشيء نقول ومنه وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك لصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددنا باستمرار كما يمكنكم زيارة منتدى منتدى الأستاذ نور الدين كذلك لأن هناك يوجد كل فيديوهات منظمة واحد تلواء وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر